ضمن خطة مركز والتقويم في التعليم العالي لتنمية مقدرات أعضاء الكادر التدريسي في الجامعات السورية في مجال تصميم امتحان موحد يقيس كفاءات الخريجين ومقدراتهم على تلبية احتياجات المجتمع انطلقت فعاليات الدورة التدريبية حول الاختبارات الوطنية والقياس والتقييم برعاية وزير التعليم العالي الدكتور عاطف ندافة وبالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية وذلك في مركز القياس والتقييم بدمشق هذه دورة تخصصية الاختبارات الوطنية كيفية وضع الأسئلة كيفية الامتحان إجراءات الامتحان الإعداد الأسازي أعضاء التدريسي والتعليمي كيفية وضع الأسئلة وكيفية إعداد أسئلة مبسطة تقيس مهارات الطالب وليس أسئلة تعجيزية ليس الهدف الترسيب وإنما الهدف الأساسي هو ماذا اكتسب الطالب خلال هذه الفترة من مهارات تساعده في عمل المستقبل في إطارة التعاون الفني بين وزارة التعليم العالي ومكتب اليونسكو ببيروت تم تحديد أولويات التعاون مع وزارة التعليم العالي بالجمهورية العربية السورية وفي هذا إطار تقديم أول كما قال الأخ مساعد الوزير تقديم الورشة الأولى حول قياس العائد على التعليم الآن الورشة الثانية حول الانتحانات والقياس والتقويم وبموازات هذه الورشة اليوم هناك ورشة أخرى حول أخلاقيات البيولوجيا والبيويتكس وكما تفضل الأخ على أساس أنه ستكون ورشة أخرى محددة لدخل المرنمج التعامل حول التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي ونحن ملتزمين كذلك بتقديم هذا الدعم الفني للإخوان في الوزارة لم يكن الحضور لهذه الدورة من طلاب الشباب بل كان من كبار الأساتذة في الجامعات والهدف تهيئة الخريج الجامعي لدخول سوق العمل أو الدراسات العليا اشتركوا في القناة